أهلا بكم أعزائي المشاهدين وهذا اللقاء الاستثنائي معكم من خلال برنامجكم الأهلي في كل مكان واحتفاء قناة الأهلي بذكرى مرور 16 سنة على رحيل واحد من أعز الرجال واحد من أعز الرجال في النادي الأهلي واحد رمز الرموز قيمة القيم الأهلوية كلها وده على فكرة كانت بعض مما جاء في البيان الرسمي اللي صدر عن النادي الأهلي صبيحة يوم 6 مايو 2002 لما نعى النادي الأهلي إلى الأمة كلها رحيل الكابتن صالح سليم عشان كده أعتقد تواصل برامج قناة الأهلي في الاحتفاء وإحياء ذكرى المايسترو مسألة تحتاج أيام كثيرة جدا ومواقف الكابتن صالح سليم تستحق حلقات وحلقات لكن في الحقيقة من الحاجات النقاط البارزة جدا في مسيرة الكابتن صالح سليم أنه ماتا ليعيش وده شأن كل الرموز العظام الحياة لا تتوقف معه مع انتقاله إلى مسواه الأخير بل أنه بكل تراكم مسيرته ومسيرته ومواقفه وقصته في حياته تتحول إلى مدى طويل جدا يعيش بين كل الأجيال 16 سنة على رحيل الكابتن صالح سليم ولا يزال حيا في وجدان الأهلوية كلهم الوجدان الجمعي للأهلوية أعتقد لا يذكر شيئا مع كل موقف وكل مناسبة إلا ويسبقه اسم كابتن صالح سليم شباب كتير حتى في السوشيال ميديا في العشينات وفي التلاتينات لم يعصروا كابتن صالح سليم لكن بالنسبة لهم صالح سليم رمز وقيمة كبيرة إيه سبب هذه القيمة؟ لماذا عاش بعد أن مات صالح سليم؟ وإيه قصة هذه الكاريزمة العجيبة جدا في تاريخ الرياضة المصرية؟ أعتقد المسألة تحتاج إلى نظر التأمل فيها شيء من العمق تحتاج إلى حالة رصد أمينة شوية فيها جزء كبير جدا من اللي بيتقال أساطير لكن فيه جزء كبير جدا واقعي لم يكشف النقاب عنه بعد ترجمة نانسي قنقر